موسيقى مساء الخير بعد شهور من التردد يبدو أن ألمانيا قد ردخت للضغوط الغربية وقررت تزويد أوكرانيا بالدبابة لبردتو وهناك مجموعة من الأسئلة التي تطرح نفسها السؤال الأول لماذا كل هذا الجدل والضجة حول الدبابة لبردتو لماذا يصر الجيش الأوكراني على هذه الدبابة دون غيرها لماذا تردد الألمان 11 شهرا قبل أن يوافقه والأهم ماذا يعني أن يحصل الأوكران على الدبابة الألمانية المتطورة قبل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة أذكركم من أن استخدمت كلمة يبدو في بداية كلامي كنعمة التحفظ لأن الإعلان الرسمي عن الموافقة الألمانية إعطاء الأوكران هذه الدبابة لم يتم حتى وقت تسجيل الحلقة ظهر يوم 25 يناير 2023 والموافقة حتى هذه اللحظة عبارة عن تصريحات خارج التسجيل وتسريبات من مسؤولين ألمان وأمريكان لوسائل إعلام كبيرة مثل سي إن إن وليستري جيرنل شبيجل الألمانية الإعلان الرسمي من المفترض أن يتم من جانب الحكومة الألمانية خلال ساعات لكن المفاجآت دائما واردة نعود إلى إجابة الأسئلة التي طرحتها في بداية الحلقة والإجابة عليها تقتدي أن نفهم السياق العام والسياق العام بسيط جدا الجيش الأوكراني منذ اندلاع الحرب في فبراير من العام الماضي وله طلب واحد رئيسي صابيحة كل يوم من كل حلفائه من حلف شمال الأطلسي والدول خارج حلف شمال الأطلسي السلاح ثم السلاح ثم السلاح أي نوع من السلاح؟ السلاح الروسي في المقام الأول والسلاح الغربي في المقام الثاني لماذا السلاح الروسي في المقام الأول؟ لأن التسليح والعقيدة الجيش الأوكراني هي تسليح وعقيدة روسية بامتياز وبالتالي الأسهل للجيش الأوكراني أن يحصل على مزيد من الأسلحة الروسية لتعويض ما يفقده من هذه الأسلحة في المواجهات مع الروس هو تعود عليها يجيد استخدامها يسخل صيانتها لن يحتاج وقت لتدريب ضباته وجنوده على هذه المنظومات كما هو الحال في منظومات التسليح الغربية التي لم يألفها هو بصفة عامة حلف شمال الأطلسي بدأ يبحث عن الأسلحة الروسية في مخازن كل الدول الصديقة والحليفة بكل أنواعها ويعطيها للجيش الأوكراني وبما أننا نتحدث عن الدبابات سوف أعطيكم مثال مهم وسائل الإعلام كشفت منذ أسابيع على أن الولايات المتحدة أقنعت المملكة المغربية بأن تعطي ما لديها من دبابات T-72 الروسية إلى الجانب الأوكراني بعد أن يتم تطويرها في شركة إكسي كاليبر اليتشيكية المملكة المغربية لم تؤكد صحة هذه التقارير وبالتالي قد يكون التقارير صحيح وقد يكون غير صحيح لكن المؤكد أن شركة إكسي كاليبر اليتشيكية أعلنت أن عشرات الدبابات قدرتها بحوالي 120 دبابة قد أتتها من دولة إفريقية لم تسميها وأن هذه الدبابات سوف يتم تجديدها بتمويل أمريكي ثم سوف تذهب إلى أوكرانيا في نهاية المطاف بالإضافة للأسلحة الروسية بدأ الجيش الأوكراني يطالب الغرب بمنظومات تسليح غربية متطورة في البداية امتنع الغرب عن تزويد أوكرانيا إلا بأسلحة يعتبرها دفاعية بامتياز وبالتالي فيما يتعلق بالدبابات لم يقدم حلف شمال الأطلسي إلا ناقلات الجند المدرعة الدبابات الخفيفة ورفضوا تماما أن يعطوه ما يسمى بدبابة القتال الرئيسية ما هي دبابة القتال الرئيسية؟ وما الفرق بينها وبين الدبابات الخفيفة أو ناقلات الجند المدرعة ناقلات الجند المدرعة عبارة عن عربات بتنقل المشاه من مكان إلى مكان مثل اللوريس لكنها ليست مكشوفة مثل العربيات اللوري يعني هي عبارة عن عربات مدرعة مدرعة أي محمية من القذائف المختلفة ويعني قدرتها على القتال محدودة جدا لأن هدفها نقل الجنود من مكان إلى آخر الدبابات الخفيفة أكثر تدريعا أكثر قدرة على إطلاق النيران أما دبابة القتال الرئيسية فلديها إمكانيات كبيرة جدا قدرة هائلة على القتال والاشتباك واختراق صفوف العدو مدرعة من أسفل ضد أنواع مختلفة من الألغام مدرعة من أعلى بشكل قوي جدا لحماية من يستخدمها من الجنود عندها مدافع لديها قدرة كبيرة جدا على إنتاج النيران مزودة بأسلحة متطورة للتشويش على أجهزة رادار العدو عندها قدرة كبيرة على العمل ليلا والرؤية ليليا دقة التصويب المناورة السرعة إلى آخره الأوكران منذ بداية الحرب وقع اختيارهم على الدبابة ليبردوتو وتقدموا هما كانوا يعني الحقيقة يعني يتمنوا إحدى الدبابتين إما M1 إبرامز الأمريكية أو ليبردوتو الألمانية إبرامز الأمريكية كانت خارج المراقشة رفض الأمريكان قولا واحدا منذ البداية ولذلك اهتم الأوكران منذ البداية بليبردوتو الألمانية وتقدموا بطلب رسمي للسلطات الألمانية متى تقدموا؟ يعني في الأيام الأولى لاندلاع الحرب تحديدا في 3 مارس 2022 أي بعد سبعة أيام فقط من اندلاع المواجهات العسكرية أو الغزو الروسي لأوكرانيا إذن المسألة ليست جديدة ما الذي جددها؟ الذي جددها أنه مجريات الحرب في ميدان المعركة أنه في قناعة أولا فيه كثير من الخطوط الحمراء اللي كانت بتحكم هذا الصراع مع طول أماده بدأت تتلاشى وبدأ الغرب يقدم أسلحة صعب أن يتم وصفها بأنها أسلحة دفاعية ثم أنه القناعة لدى الأوكران ولدى حلفاء أوكرانيا أن الجيش الروسي يستعد لهجوم شامل مرة أخرى على كثير من المدن الأوكرانية وهناك تخطيط أوكراني بضرورة الاستعداد لهجوم مضاد على القوات الروسية لاسترداد الأراضي التي احتلوها على الأقل منذ فبراير 2022 وبالتالي يستعد الجيش الأوكراني لهذا الهجوم الروسي من ناحية والهجوم المضاد الذي يعتزمون القيام به على القوات الروسية في المدن التي احتلوها من ناحية أخرى في الحالتين هم في حاجة للتزود بأكبر عدد ممكن من الدبابات حددوا احتياجاتهم ب300 دبابة بالإضافة طبعا إلى احتياجاتهم من المدافع والسواريخ إلى آخره وركزوا على الدبابة لبردتو لماذا لبردتو؟ أولا لأنها واحدة من أفضل الدبابات في العالم ثانيا لأنها متوفرة جدا في مخازن الدول الصديقة التقديرات بتقول أن هذه الدبابة لبردتو التي دخلت الخدمة بداية من عام 1979 موجود منها أكثر من 2000 دبابة في 13 دولة أوروبية وبالتالي الفكرة التي راقت للجيش الأوكراني والتي هي موجودة في عقل صانع القرار في حلف شمال الأطلسي وفي الولايات المتحدة أنه من الأفضل أن تعطي كل دولة من الدول التي تملك لبردتو من الدول الأوروبية جزءا مما لديها من لبردتو إذا تنازلت كل دولة عن جزء سوف تستطيع أن تؤمن أكراني احتياجاتها التي تقدرها بحوالي 300 دبابة وبالتالي لا تتأثر سلبا مغزونات هذه الدول ولا تتأثر قدرتها عن الدفاع عن نفسها لكن المخطط ده بيعتمد على موافقة ألمانيا ليه موافقة ألمانيا؟ أولا لأن ألمانيا هي الدولة المصنعة وبالتالي سوف تكون هي صاحبة النصيب الأكبر من إعطاء هذه الدبابات إلى أوكرانيا اتنين أنه في عالم السلاح أي دولة بتستورد سلاح من دولة إذا أرادت الدولة المستوردة أن تعطي هذا السلاح لطرف ثالث فموافقة دولة المنشأ أو الدولة المصنعة ضرورية جدا وبالتالي إذا أعطت ألمانيا هذا السلاح لبولندا، فرنسا، إنجلترا، هولندا، فنلندا وإذا أرادت واحدة من هذه الدول أن تعطي ما لديها من لبردتو إلى أوكرانيا فلابد من موافقة ألمانيا وألمانيا رفضت على مدار 11 شهرا لماذا رفضت ألمانيا على مدى 11 شهرا؟ لأربعة أسباب رئيسية السبب الأولاني تاريخي وده تحدثنا عنه قبل ذلك ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قررت أن تضع السلاح جانبا وأن تتوقف عن الحروب ويعني لسان حالها أنا مليت من الحروب حرب العالمية الثانية الحرب العالمية الأولى عشرات الحروب على مدار سنوات طويلة سبقت الحرب العالمية الأولى مع جيرانها دفعت فاتورة غالية جدا تورطت في الحرب العالمية الثانية في جرائم يعني هي بتخجل منها تحت حكم النازي وبالتالي كانت غير راغبة في أنها تتورط في أي حروب أو عمليات عسكرية خارج حدودها وبالتالي يعني المسألة دي تمسكت به إلى حد إهمال قواتها المسلحة وده مسألة تحدثنا عنها قبل ذلك وأنه الجيش الألماني نتيجة خجل الألمان من دورهم في الحرب العالمية الثانية على وجه التحديد وتاريخهم العسكري الدموي جدا أهملوا الجيش إلى درجة أنه أصبح عاجزا عن القيام بمهام رئيسية بسيطة وهم الآن في إطار تطوير هذا الجيش وده مسألة سوف تأخذ سنوات هذا أولا الاعتبار الثاني اعتبار عسكري أنه طبعا قبل ما انتقل إلى الاعتبار العسكري ألمانيا بدأت بالفعل يعني تدريجيا في العقود الثلاثة الماضية أن هي تخالف توجهها اللي استقرت عليه من الحرب العالمية الثانية وبدأت تشارك في عمليات حفظ السلام في دول معينة ثم انتقلت من عمليات حفظ السلام للمشاركة في عمليات عسكرية ضمن تحالف وهي مشاركة محدودة في الحرب التحالف اللي قدرته أمريكا في أفغانستان بعد حداث 11 سبتمبر في الحرب التي تمت في صربيا في التسعينات أعطت أسلحة للقوات الكردية لدعمها في حربها على الجماعات المتطرفة وتحديدا داعش لكن ظلت مشاركة الألمان في عمليات عسكرية خارج حدودها محدودة جدا وضمن تحالف آخر ما تتمنى ألمانيا أن تكون أول مشاركة فعلية لسلاحها أن يكون ضد روسيا الدولة الكبيرة جدا وفي حرب تدور رحاها في منطقة جوارها بالقرب من حدودها وده بأخذنا على الاعتبار الثاني وهو الاعتبارات العسكرية ألمانيا تشعر بأن هذه الحرب يمكن أن تتطور وإذا تطورت هذه الحرب سوف تكون ألمانيا في فوهة المدفعة على عكس دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو جيرانها الأوروبيين فرنسا وبريطانيا هي ليست دولة نووية إذا ساءت الأمور وقررت روسيا الرد فسوف تفكر روسيا مرتين قبل أن تستهدف دول نووية لكنها لن تفكر بنفس العمق إذا أرادت أن تستهدف دول أوروبية غير نووية وإذا أمدت ألمانيا أوكرانيا بالدبابات المتطورة لبردتو يمكن لروسيا أن تعتبرها مشاركة في الحرب وإذا ساءت الأمور يمكن لروسيا أن تستهدف ألمانيا هذا اعتبار الثاني الاعتبار الثالث هو في حقيقة الأمر اعتبار انتخابي موقف ألمانيا من الحرب قضية جدلية جدا في ألمانيا وقصة يطول شرحها وتستحق أن نتوقف عندها لاحقا لكن نقدر نقول كده ببساطة أن المجتمع الألماني منقسم على موقف على ما يجب أن يكون عليه الموقف الألماني نصف المجتمع الألماني لا يرغب في دعم أوكرانيا ولا التورد في هذه الحرب ونصف الآخر يعتقد أنه من الضروري الدفاع عن أوكرانيا والوقوف في وجه بوتين آخر ما يتمناه المستشار الألماني أن يكون السياسي الذي يأخذ بلاده إلى آتون المعركة لأن الجانب الذي رفض للحرب سوف يكون ضده والجانب الذي يؤيد الدفاع عن أوكرانيا لن يستمر في دعمه إذا تبين له أن الدفاع عن أوكرانيا يعني جر ألمانيا إلى الحرب يتمنى أن لا يكون هذا الخير مطروحا من أساسي وبالتالي هو متردد متردد وليس هو وحده ولكن الكثير جدا من السياسيين الألمان السبب الرابع والأخير سبب اقتصادي ألمانيا أكثر من أي دولة أخرى حريصة على استمرار علاقاتها مع روسيا بعد أن تسكن المدافع الألمان بيفكروا في مرحلة ما بعد الحرب الحرب قصرت أم طالت سوف تنتهي أما العلاقات مع روسيا فهي حريصة جدا على استمرارها الألمان بنوا نهضتهم الاقتصادية واقتصادهم الضخم على أكتاف ثلاثة دول الولايات المتحدة، الصين وروسيا البظلة الدفاعية العسكرية التي وفرتها أمريكا لألمانيا بعد الحرب وأعفتها من فكرة الانشغال بالدفاع عن نفسها العمالة الرخيصة الصينية المستثمرين الألمان أقاموا مصانعهم هناك على الأراضي الألمانية حيث الأيد العاملها الرخيصة وطبعا الطاقة الروسية الرخيصة جدا ألمانيا لا تريد التضحية بواحد من الدعائم الثلاث لاقتصادها القوي للأسباب الأربعة دول كان الألمان ولمدة 11 شهر مترددين جدا في أن يوافقوا على الطلب الروسي الطلب آسف الأوكراني ولذلك رفضوا في البداية ثم مع الضغط الغربي اشترطوا إذا أنتم مصرين أن أنا أقدم الدبابة لبردتو يجب أن أكون جزءا من تحالف كل دولة تقدم دباباتها وأنا أشارك مثل أي دولة أخرى يعني أتلو ولا أقود أتبع ولا أتبع واشترطوا تحديدا أن تقوم أمريكا اللي هي الدولة الأكبر بتقديم دباباتها M1 إبرامز إلى أوكرانيا ثم هي تطلو الولايات المتحدة في البداية أمريكا رفضت وكان متعللة يعني بأن الدبابة M1 غير مناسبة إلى الأجواء الأوكرانية هي دبابة ضخمة جدا أكتر من 70 طن فبحجمها دا هي لن تكون مناسبة للطرقات وميدان المعركة لن تستطيع عبور الكثير من الجسور هي مكلفة جدا الإنجين بتاعها أو محركها مثل محركة الطائرات النفاثة بيستخدم وقود الطائرات النفاثة فمكلف صيانتها معقدة تحتاج وقت طويل للتدريب على عكس لبردتو اللي هي سوف تكون أسهل واقتصادية أكبر وبالتالي رفض الألمان رفض الأمريكان في البداية ثم مع إصرار الألمان يبدو أنهم توصلوا إلى صيغة أن يعطي الأمريكان الأوكران عدد ولو محدود من M1 إبرامز اللي هي الدبابة الأمريكية الأهم يعني في الترسانة الأمريكية وهناك تقارير مبدئية تقول أن البنتاجون وافق على إمداد الأوكران بحوالي 30 قطع من هذه الدبابات بالإضافة إلى بعض وحدات الصيانة للتعامل مع هذه الدبابة في ميدان المعركة لتشجيع ألمانيا ورفع الحرج عنها حتى توافق على إعطاء لبردتو إلى الأوكران وموافقة على كل الدول الأوروبية التي سوف تتقدم بطلبات لألمانيا للموافقة على إعادة تصدير دباباتها إلى أوكرانيا هذه الصورة حتى الآن لكن كل اللي أنا قلت ده هو تفاصيل يعني في النهاية إذا لم يكن الألمان إذا لم يستطع الأوكران الحصول على لبردتو كان حلف شمال الأطلسي سوف يبحث عن بدائل الجدل النهاردة على لبردتو بالأمس كان موجودا على أنظمة الدفاع الجوي سواريخ هيمارس غيرها من منظومات التسليح المختلفة وغدا سوف يكون الجدل على منظومات تسليح ربما لدول أخرى فرنسا هولندا فنلندا إلى آخره الحرب تتطور واحتياجات أوكرانيا تزيد وبالتالي المشكلة الرئيسية أو العامل الرئيسي هو أن يحدد الغرب موقفه من هذه الحرب أنا قلت لحضراتكم قبل كده أنه بعد حوالي سنة من مرور الحرب هناك أمور واضحة وأمور غير واضحة الواضح جدا أن الحرب تتطور يوما بعد يوم ويتسع مدى الواضح جدا أن الطرفي الحرب الرئيسية قد حسموا موقفيهما الروس عازمون على الاستمرار في هذه الحرب حتى تحقيق أهدافهم وأوكرانيا مصرة على الاستمرار في الحرب حتى تحقيق أهدافها أهداف روسيا عكس أهداف أوكرانيا أهداف روسيا ببساطة هو السيطرة على كامل أوكرانيا بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل مباشر يعني أن تقتطع منها حوالي 17 أو 18% من أراضيها الأقاليم الأربعة خرسون وزابوروجيا وجمهوريتها الدنباس بالإضافة إلى شبه جزيرة القرب وتقوم بإخضاع باقي أوكرانيا لتكون دولة تابعة لها لا يمكن أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي هذا هو الهدف الروسي فيما أن الهدف الأوكراني عدم القبول بكل هذه الشروط وإجلاء الجنود الروس عن كل الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم وأكثر من ذلك يضغطون في حالة هزيمة يعني الروس بتقديم الكثير من السياسيين والعسكريين منهم إلى محاكمات دولية كمجرمي حرب وإجبارهم على ضفع تعوضات على ما ألحقوه بأوكرانيا من خسائر وبالتالي الهدفين واضحين وبالتالي الحرب سوف تظل مستمرة يتبقى أن يحسم الغرب موقفه الغرب دي كلمة كبيرة في أربع دول فقط حسمت موقفها تماما في المعسكر الغربي الأربع دول دي هي دول البلطيق الثلاث اللي هي أسطونيا ولاتفيا ولتوانيا بالإضافة إلى بولندا الأربع دول دول موقفهم زي موقف أوكرانيا متشدد جدا يسعون للضغط على كل دول حلف شمال الأطلسي الذين ينتمون إليه لمواصلة الحرب حتى هزيمة روسيا وإجلائها بالكامل عن أوكرانيا ويتمنون لو يتم تفكيك روسيا بالكامل والمسألة ببساطة أن لديهم إرث تاريخي مر جدا مع الإمبراطورية الروسية ثم مع الاتحاد السوفيتي ثم مع روسيا الاتحادية ويشعرون ببساطة أنه حسبتهم كده إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب فسوف يكونهم الأهداف التالية لكن باقي الدول لديها مواقف متبينة ولديهم تردد كبير سر التردد إذا حبينا نحن نوجزه هو أن هذه الدول الولايات المتحدة وباقي دول حلف شمال الأطلسي ومنهم ألمانيا وفرنسا إلى آخره هم في حالة حيرة كبيرة باختصار هم لا يتحملون أن تنتصر روسيا في هذه الحرب وهم لا يتحملون أيضا أن تهزم روسيا في هذه الحرب إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب فهذا يعني أن روسيا سوف تنتقل بجنودها وأسلحتها من منطقة العزلة اللي كانت بتقوم بها أوكرانيا إلى العمق الأوروبي الغربي وهتكون روسيا على الحدود الألمانية والحدود البولندية وسوف تكون هناك الدول الأخرى يعني أهدافا محتملة لعدوان روسي مقبل في السنوات التالية روسيا سوف تصبح أقوى بكثير أمريكا سوف تضعف كثيرا حلف شمال الأطلسي قد يتفكك لأنه عجز عن الدفاع عن أمن هذه الدول في أوروبا وبالتالي حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة لا تتحمل أن تنتصر روسيا في هذه الحرب وهذا واضح قلناه قبل ذلك وسوف نتحدث عنه بالتفصيل بعد ذلك ماذا لو انتصرت روسيا في هذه الحرب لكن أيضا كل هذه الدول لا تتحمل حزيمة روسيا إذا في هذه الحرب إذا هزمت روسيا نتيجة تدفق الأسلحة الغربية التقليدية المتطورة على الجيش الأوكراني هذا يعني حشر روسيا في الزاوية وقد تضطر في هذه الحياة إلى التصعيد واستخدام السلاح النووي الأمر الذي يعني كارثة للجميع لا يمكن التحكم في عواقبها وتبعاتها وبالتالي هذه الدول لم تحسم موقفها بعد عندها موقف معلن الموقف المعلن ده استنزاف روسيا الموقف المعلن ده هو دعم أوكرانيا حتى تنتصر على روسيا الموقف المعلن أن تهزم روسيا بحيث يتم إجبرها على الجلوس على مائلة المفوضات لكن هذا كلام عام غير محدد إلى أي حد يمكن أن يذهبوا في دعمهم إلى أوكرانيا ما هو تعريف النصر لأوكرانيا؟ هل يتضمن مثلاً أن تسترد أوكرانيا شبه جزيرة القرم التي تعتبرها روسيا أرض روسية مقدسة؟ إلى متى يمكن أن تظلت تمد أوكرانيا بمنظومات تسليح تلحق خسائر ضخمة بيئة أوكران ومنها دبابة لبردتو التي تمثل تغييراً في قواعد اللعبة؟ هناك أسئلة كثيرة لم يتم حسمها وبالتالي المشكلة ليست في لبردتو لبردتو جزء من صورة كبيرة الصورة الكبيرة تقول أن الأزمة الكبيرة التي سوف تظهر في الشهور المقبلة هو الموقف الغرب الحقيقي من هذا الصراع والذي معه إن شاء الله يكون لنا حلقة أخرى أشكركم وإلى لقاء